اعتقد ماشين واحدة واحدة في الفانتيسي حلقة اولى بنتكلم فيه على ان دي بداية الموسم وهنتكلم ازاي في الموسم والشكل الحلقة حلقتها يبقى عامل ازاي والتخطيط شكل العامل ازاي داخلنا في الحلقة التانية اتكلمنا فيها على فكرة المراحل وازاي نقسم موسم بتاعنا بشكل معين كده داخلنا الحلقة التالتة قلنا عن مرحلة الاولى وكل ده كده لو انت بتفرجش عليهم يبقى انت في اكتر youngンダホ حلقات مهمين جدا ارجع تفرغ عليهم قبل ما تتفرغ على الحلقة دي لان الحلقة دي فيها كلام كتير جدا عن حراس المرمى حراس المرمى مركز يبان عادي جدا ولكن المركز ده فيه شوية تفاصيل لو معرفتهاش ممكن تضايع فلوس كتير فيه وممكن ما تعاش تستفيد بنقطه بالشكل اللي انت تستفيد به على مدار المواسم الفتت اهلا بيكم حلقة جديدة من حلقات سكاوت الفانتسي معاكم احمد ردوان وحلقة جديدة من حلقات سكاوت الفانتسي والحلقات التحضيرية لموسم 24-25 والحلقة دي هي حلقة حراس المرمى فيه كلام كتير جدا لو مسرش على الحلقة دي هيفوتك ليه علاقة بمركز حارس المرمى تعالوا نبصوا على مركز حارس المرمى ونشوف ايه اللي ممكن الواحد يمشي بيها عشان اللي دي هي اللي بتخليك تكمل موسم كامل وتقدر تستفيد بأعلى نقط ممكنة وانت صارف على المركز ده اقل فلوس ممكن لانه هدي فكرة اللعبة ان احنا كلنا معنا نفس المبلغ من الفلوس في اول سيزن ولكن كلنا نحاول نستغل الميت مليون دول ان نجيب اعلى نقط ممكنة فلو انا وانت عرفنا نجيب ميت نقطة من مركز حارس المرمى واللي يكن يعني وانا اصرف على مركز حارس المرمى تسع مليون وانت اصرف عشرة مليون انا احسن منك بكتير لانا معاي مليون قادر اصرفه في مكان تاني او قادر احطه في مكان تاني استفيد بنقط في جزئية تانية في الملحة تعالوا بس كده على احصائية مهمة جدا جدا بحب امش عليها كل موسم كده الاحصائية دي بتخليني اشوف انا كنت فين ونسفين واحنا بعيد عن بعض ايه وبعيد عن بعض الاخ.? بحط دايما قدامي فرقة الاول على العالم الموسم اللي فات والتاني على علم الموسم اللي فات واقولوا لكم ليه بحط التاني على العالم والاول على مصر وفرقت لا. عندنا اربع فرقة اول عالم تاني عالم اول مصر وفرقتي الاول على العالم ده ممكن يكون كان آخر يعني عاملاتodoxة استثناء ايه عم بقيت الناس اللي حواليه فالحاجات دي هي اللي خليته الاول على العالم فلو احنا مشينا على اللي هو عمله نمشي على حاجة غلط فبالتالي بحط قدامي التاني على العالم عشان صعب اوي يكون الحاجات الاستثنائية دي بتتقرى لو قيت في حاجات مشتركة بين الاتنين يبقى الناس دي كان بتفكر بفكر احنا ما فكرناش به فالناس دي عرف التوصل بشكل معاين والاول على مصر هو شخص خلص معرفش مركزه كاما العالم ولكن اول على مصر ده من الاوائل الاكيد موجودين على العالم في مركز كويس جدا فبالتالي هو شخص عايش حوالينا بيفكر شباهنا وزينا وبيتفرغ على بالنسبة كبيرة على محتوانا اللي بيتقدم وطبق شوية حاجات قدر تخليه خلص على الاول على مصر وببص على فرقتي اللي هو النموذج العادي جدا او الاقلم العادي لغالبية الناس بيمشوا بيه ومعايا على الموسم اللي فات وفي نقطة كده الموسم اللي فات هو الموسم الاول في حياتي اللي انا في نص الموسم ابطل اللعب او يعني بعد نص الموسم بشوية ابطل اللعب لو اقوم بعمل كده بس من غير ما كنت بتفرغ كويس اوي ومن غير ما كنت بتابع بشكل كويس ما كنتش بعمل ساعيتها محتوى فبالتالي ما كنتش مركز في الموسم فدي برضو هيكون مهمة او احنا نتكلم على الكلام ان اللي انا عملته ده لو لقينا في حاجات مشتركة بتتم بيني وبين الاول والتاني على العالم. يبقى بالتالي الحاجات دي سواء بتلازم ممشي عليها. ولو في حاجات ما كادش بتتكرر والناس دي كان بتعملها يبقى بالتالي الحاجات دي فاتتني لمجرد ان انا سيبت الموسم او لمجرد ان انا كنتش مركز. لمجرد ان انا كنت وحش في اللعبة ايا كان الاسباب. ولكن في الاخر ان الحاجات دي مهمة جدا تطبق زي ما الناس اللي خلصت مراكز كويسة طبقتها على مدار الموسم اللي فات. بصوا بقى انا بقولوا ده هو اول مثال عندنا في الجدوى اللي هتشوفوه. مبدئيا النقط اللي اللي كل واحد فيه احنا الاربعة قدروا يجيبوه من مركز حرص المرمى. ده معناه ماليش دعو بالدكة انا بتكلم على انت كسب تقديم النقط حرص المرمى. طبعا احنا عندنا تسعة وتلاتين اسبوع. بنحسب منه حراس المرمى ليه تسعة وتلاتين? في تمانية وتلاتين اسبوع وفي اسبوع بنلعب ببانش بوست. فانت بتحسب لك الجون اللي في الملعب اللي من ضمن التمانية وتلاتين اسبوع. وبيتحسب لك الجون اللي برا. فالجون اللي برا ده هو الجون التسعة وتلاتين بالنسبة لنا في الموسم. فانت عندك تسعة وتلاتين اسبوع حرص المرمى بياخد منهم نقطة. تعالوا نبص على كل واحد فينا احنا الاربعة قدر يطلع نقط قد ايه من مركز حرص المرمى. عبدالا الشخص الاول على العالم قدر يجيب مائة اتنين وسبعين نقطة. لما بصع مائة اتنين وسبعين نقطة وبص على المركز التاني هتلاقيه جاب مية ستة وتلاتين نقطة. وبالتالي تعال بص على الاول على 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 مصر هتلاقيه جاب مية واربعين نقطة. بص على فرقتي هتلاقيه جابة مية واربعين نقطة. يبقى ده معناه ان انا والاول على مصر والتاني على العالم كلنا جايبين في نفس الحتة مش مهم من مين اعلى من مين. لكن جابين مية واربعين نقطة. فبالتالي بص على الاول على العالم. هتلاقي الاول على العالم ده جاي مية تنين وسبعين نقطة عشان كده بقولك ده ده راجل ما ينفعش نشوف ان الرقم اللي جابه ده رقم حقيقي ده رقم استثنائي يعني الراجل ده لو بصيت على افكاره وطريقته في ادارته لحارس المرمى على مدارة من التلات اربعة مواسم اللي فاتت هتلاقي ان دايما هو بيجيب اكيد ارقام في المتوسط بتاعنا ولكن الموسم ده الدنيا كنتماشي معها بشكل كويس في حارس المرمى خد قرارات مضبوطة في حارس المرمى فقدر يجيب مية تنين وسبعين لان ده رقم عموما رقم عالي جدا عمركز ده لان انا افكر من المواسم اللي فاتت لما كنت ببص على المواسم اللي قابليها هتلاقي ان بتاع حارس المرمى بيجيب من مية وتلاتين مية واربعين نقطة لحد مية وستين نقطة في مية تنين وسبعين ده رقم عالي جدا ده مش الرقم الطبيعي بتاع حارس المرمى تعالوا نبص على احصائي بقى لذيذة جدا برضو ومهم قوي لنا احنا لاربعة الحصائي دي بتقول انت ضيعت كم نقطة من مركز حارس المرمى يعني ايه ضيعت كم نقطة يعني انت لو حطت حارس المرمى في المرمى جايب نقطتين واللي برا جايب ستة يبقى انت ضيعت اربعة فتعال نشوف الفرق الحاجات اللي تثبت عددك كتأعلى من اللي في الملعب وكتأعلى من اللي في الملعب دي بكم نقطة الاول على العالم والتاني على العالم كل واحد فيهم نضيع واحد وتلاتين نقطة على مدار الموسم وفرقتي انا ضعي 30 نقطة ولكن فيرقة الاول على مصر لي هو تالت شخص عندنا ضاع 37 نقطة الاول على العالم والتاني على العالم وانا والايحنا الثلاتة ضيعنا نفس عدد النقط تقريبا 30-31 مش فرقة ولكن الاول على العالم فرق عن انا والتاني عن العالم بفرق كتير جدا في رأس المرمى فبالتالي هو ضيع زينا ولكنه جاب نقاط اعلى مني فهنبص ا معنا شوية تفاصيل اكتر تبتعلم بص كل واحد في الاربع فرق صرف قد ايه اصلا او كان بيصرف على مدار الموسم قد ايه على مركز حاس المرمى نتيجي بص على الاول على العالم والتاني على العالم وفرقتي كل واحد فينا كان بيصرف تسع مليون على مركز حاس المرمى اربعة ونص واربعة ونص بالعكس كان فيه وقت كمان بتصرف فيه خمسة واربعة وكان فيه وقت اربعة ونص واربعة يعني كان تمانية ونص يعني اكتر واحد صرف فينا كان بيصرف تسع مليون على مدار الموسم في ظل ان الاول على مصر كان بيصرف وتسعة ونص كان جايب ادرسن وبعدين في فترة حاجة براية عشان يبقى صرف تسعة ونص مليون طب انا جايب ما هو اربعين نقطة والثاني جايب ما ستة وثلاثين نقطة اللو هو اليوقوف أتقريبا نفس عدد الرقم والاول على مصر في جايب نفس الرقم سيبكم الاول العالم خالص وانا صرف تسعة تسعة inflammatory والثاني عل времени صرف تسعة ولكن الشخص اللي في النص اللي هو الاول على مصر ده ده صرف تسعة ونص طب النص مليون ده لازمته ايه لما انا وانت هجيب نفس النقط يعني وانت هجيب نفس نقط انا معي نص مليون انا سموك هستضمه في خط الدفاع في نص الملعب في الهجوم فبالتالي الصرف فوق تسع مليون ما كانش ليه لازمة بالنسبة اللي اول على مصر وبالتالي دلوقتي قادر اقول لك النظرية بتاعت مركز حرس المرمى في الفانتسي نظرية واضحة وصريحة اي حد هيدفع فوق تسع مليون ما لهاش لازمة على مركز حرس المرمى والكلام كان واضح جدا في الجزء اللي قبل كده في الحلقة كل اللي نقدر نعمله ان احنا نعرف نقلل النقط المهضرة اللي تكلمنا عليها والنقط اللي تكلمنا عليها على مدار الموسم نخليها بدل ما هيات الاتينات ندخل في الخمسة وعشرين فنقلل الفرص بتاعت انك تجيب نقط قليلة فبالتالي المركز حرس المرمى مطلوب منه من مية واربعين لماية وستين نقطة ده رقم انت هتجيبه حتى لو صرفت تسعة مليون من غير ما تصرف ارقام كبيرة جدا على حرس المرمى فبالتالي اصرف اقل رقم ممكن اللي هو تسعة مليون عشان توصل من مية واربعين لماية وستين نقطة وتعرف تتعامل مع مركز حرس المرمى بزكاء انك تلعب مين وما تلعبش مين عشان الصرف اكتر من كده مش هيقدي بيك في اي حتة غير انك هتجيب نفس عدد النقط اللي كل الناس هتجيبه ندخل بقى على الجزئية التانية وهي انت مطلوب منك ايه في مركز حرس المرمى كنقطة طب منك تجيب مية وستين نقطة الموسم اللي جاي اعلى حاجة ممكن نجيبها في اللي قلنا عليه مية واربعين لي مية وستين احنا عايزين مية وستين اقسم مية وستين على تسعة وتلاتين عشان قلنا تسعة وتلاتين ده تمانية وتلاتين اسبوع بتلعب حرس مرمى وفي اسبوع زيادة معاك حرس مرمى عددك اللي هو في البنش بوست تاعتك فعندك تسعة وتلاتين حرس مرمى بتلعب يوم على مدار الموسم مية وستين على تسعة وتلاتين هيديك تقريبا اربعة. يبقى بالتالي كل حرس مرمى على كل اسبوع نطلوب منه اربعة نقطة. طب هلا هتقعد طول الموسم تجيب اربعة 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 لطبع مستحيل. فبالتالي مايجيش ضعب الموسم كله. احنا دلوقتي بنخطط لايه بنخطط من الاسبوع الاول للاسبوع السابع. طبا بنخطط من الاول للسبعة. سبعة فاربعة. يبقى تمانية وعشرين نقطة. يبقى احنا محتاجين لغاية الوالد كارت هو نقطة اللي بيلعب عادي بها جدا. انه بيقدر يوصل لاربعتاشر نقطة مفروض بشكل سهل لو ما دخلش في جوان كتير. فاربعتاشر نقطة يبقى ناقص اربعتاشر كمان. باربعة يبقى انت تقريبا محتاج تلاتة ونقدر يعمل ستة على مدار السبع ماتشات فيعرف في يوصل لالتمانية وعشرين نقطة اقل حاجة مطلوبة من مركز حادث المرمى في اول سبع اسابيع. يبقى احنا بتدور على ما بين او ما بين اتنين لعيبة اتنين حراس موجودين في فرق منشاطه ما يكون متوافقة مع بعض عشان في الاخر لما نحطوا واحد فيهم في المرعب يقدروا يطلعوا هما الاتنين على بعض بتلاتة طبعا لو تلعب اكتر من كده يبقى احسن بكتير جدا جدا جدا. فالسؤال هنا مين هما احسن ممكن تبص عليها فاول سبع اسابيع. فخلينا نسأل السؤال بشكل كده من الاول كده بشكل يعني عشان نحدد احنا محتاجين نروح فين. مين هما حراس المرمى لباربعة ونصف عشان نجيب اتنين حراس مرمى باربعة ونص واربعة ونصف لانه قلنا مش عاردين نصرف اكتر من تسعة. فبالتالي مين هما الحراس البربعة ونصف اللي بيلعبوا على مدار الموسم في الدوري. يعني مين انت ادام ان هما هيكونوا بيلعبوا في الدوري باربعة ونص مليون. مبدأين عندنا فلاكن من اه من برينفرد ومبدأين عندنا اريولا وفودرنج هام اتنين حراس بتاع واست هام دلوقتي معهم فابيانسكي طبعا. فتلت حراس من واست هام برضو موجودين مع بعض. عندنا سلس وميجيل اتنين حراس. ميجيل حارس جديد في ناطيني هام فورست. وطبعا معهم تيرنر بس هيبقى يا سلس يا ميجيل لسا مش هنشوف مين فيهم اللي هيلعب يعني هنحدد دم الموسم يبدأ يقرب. وعندنا كمان اه جوزيسا من وولفز وعندنا نيتو من اه بورنموث وكمان عندنا سانشيز. اه حال سانشيز هيلعب ولا لا اصلا جايبين حارس مرمى جديد اللي هو يوركنسن. فبالتالي مين فيهم اللي هيكون اساسي. كل ده هيبقى برضو على بداية الموسم. وعندنا في الاخر جون ستون وهندرسون اتنين حراس طوال كريست البالاس. دول الحراس اللي باربعة ونصف مليون موجودين في الدولة الانجليزي موسم اللي جاي. لما تيجي بص على الفكرة بشكل عام مين احسن حراس تجيبه من غير ما نفكر مين هيبدأ ومين مش هيبدأ. هتلاقي ان احسن موشط موجودة من كل الموشط الموجودة دي زي ما قلنا. ليفر بول شلسي ومين تاني في الليستة موجود نوتنينهام فورست. فبالتالي ليفر بول طبعا حارسها غالي جدا. فحبنتكلم دلوقتي او غالي فحبنتكلم على شلسي وبنتكلم على نوتنينهام فورست. تشلسي احنا مش عارفين مين هيبدأ اساسي. مش عارفين مين هيبدأ اساسي. وهي دي المشكلة اللي ممكن تقابل. فلو وصلنا لان عرفنا مين اساسي هنا ومين اساسي هنا فهتشلسي ونوتنين هام فورست وقعد بدل ما بينهم تشلسي اساسا فدي كويس وكبير. بمرون نونو سانتو اللي معروف باقي الكرة الدفاعية ببرتغالية اللي كان بيقدمها كانت فرقة لخمة جدا جدا. فبالتالي عندك نموزاجين جمال جدا انت عارف تمشي بيهم. طب انت جيت قبل الموسم ولقيت ان الموضوع صعب ومتعقد وفيه تفاصيل كتير يبقى نعمل حاجة سهلة جدا. نجيب بتاعة شلسي اللي هناخد فيه وبدل ما ناخد تاني هتبص على بتاع برانفرد اللي ضامن نفسه في الدولة الانجليزي. ولعب برانفرد قبل كده. وزي ما قلنا ماتشاته عنده اربع ماتشات هوم سهلين. على الورق. وعنده تلات ماتشات قوي صعبين برضو على الورق. يبقى ساعتها هنروح نجيب من آآ فلاكن وهنجيب اقول مسلا من من شلسي وبالتالي يبقى عندك حارس لهو آآ شلسي عنده ماتو سيتي الاولاني صعب والباقي كله سهل. وعندك فلاكن عنده ماتشات كلها فيها الصعوبات ولكن عنده ماتشات سهلة تقدر في وقت تتبدل بينه وبين سانشيز فيبقى كويس جدا وهتبقى ضامن ان سانشيز لو حصل للروتيشن ان انت عندك حارس مرمى اساسي بيلا. طبعا لسه في حلقة هيكون فيها كل التفاصيل هتكون قربنا للموسم اكتر هتكون حاجات كتير واضحة. تفاصيل كتير جدا جدا. لكن بشكل لمبداي بحاول درسم معاك مركز حارس مرمى المهم جدا زي ما قلنا بشكل سريع. تسعة مليون هو اكتر رقم يتصرف هناك. محتاجين من الموسم ده من مية واربعين لماية وستين نقطة اللي احنا من نسبة كبيرة هنوصل لهم من غير اي تعبوا من غير ايما جهود. فاحنا بندور على مية وستين نقطة مش مية واربعين نقطة طبعا اكيد. لو علينا نوصل لقاء اعلى مية وستين طبعا يبقى كويس جدا. فتيجي ببص على مين الموجودة شرحنا مين الموجودة. فبالتالي خايفين من فكل حاجة هتوضح قبل ما الموسم يبدأ على طول. ودي كانت حلقة حراس المرمى. يا رب تكون الحلقة عجبتكو وفيدتكو لو اتبسطتم من الحلقة عجبتكو اريد تدوسوا لايك. ولو مشتركين في هنا اشتركوا في القناة عشان يوصلوكم كل جديد كمان اللي بنزي كل اسبوع كل جمعة مع ايضيف جديد بنتكلم في حاجات مختلفة كتير جدا جدا في الكورة هتلاقوها موجودة هنا على وهتلاقوها موجودة برضو على 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 تيك توك وانستجرام وتويتر وفي كل حتة هتلاقوا اللينك ستوح مقودين تحت في بيزهر لكم بتاع السوشي ميديا كل شوية في الحلقة فما تنسوش تعملوش الحلقة اللي عجبتكو الحلقة ولو عندكو اي اسئلة او اي حاجة عايزين نتكلم فيها اكتبوا هاي تحت في الكومنت بس كده اشوفكم ان شاء الله في حلقة جاية سلام